3 حقائق عن الانزلاق الغدروفي اتغيرت مع الوقت أولها الاعتقاد أن معظم المصابين بالانزلاق الغدروفي من كبار السن والحقيقة أن بسبب نمط الحياة الوضع تغير وبقت الإصابة بأمراض العمود الفقري ما بتفرقش بين سن كبير وسن صغير مش بس كده الأحصائيات بتقول أن متوسط الأعمار المصابة بأمراض العمود الفقري من سن 30 إلى 50 سنة الاعتقاد الثاني أن مشاكل الضهر معظمها للبدناء والواقع أنه حتى اللي بيعانوا من النحافة معرضين للإصابة بأمراض العمود الفقري لأن أسباب الإصابة متعددة والوزن مش هو العامل الرئيسي في الإصابة الاعتقاد الثالث أن كل الإجراءات الطبية لمعالجة العمود الفقري مؤلمة ومخيفة والحقيقة أن التقدم الطبي والعلمي وكمان التقني سهل كتير جدا علاج كل مشاكل العمود الفقري وخلى كل المخاوف من الألم في علاجها جزء من الماضي أهلا بكم ظهرنا ملتشا ملتشا عبر اليوم في الساعات اليوم وعبر الشهور والسنين يعني في اليوم من أول ما حضرتك بتقوم قاعد على كرسي عربيتك البايز اللي مش مظبوط الملوح اللي انت مش عايز تصلحه ماشي على طريق كله مطباط وساعاتك بتاخد مطباط وساعات بجيلك انت مطباط وفي طرق أساسا مش مناسبة للهيومن بينج في الفين اتنين وعشرين خلينا وقعيين رغم اللي احنا بنحاول لكن ده حصل تلاتين سنة من الإهمال في الطرق حاجة تانية ان حضرتك بتقعد كتير فما فيش رياضة وبتاكل كتير ففي وزن بيزيد وحمل على الظهر وضهرك بتعرضه احيانا الى مشاكل عديدة مفاجئة زي انك تروح الجيم مرة واحدة او تفكر تلعب كورة مرة واحدة وتتعامل على انه في الجيم كاميرات مصابة اليك والعيون تبحث عنك فلازم تبان قوي وتبان جامد جدا فتشيل بزيادة فتدور ضهرك غير كده بقى اللقطات المخيفة حدثة خفيفة خبطة خفيفة على فكرة هنا شركة عربيات عملت تجربة لحوادث السيارات زي أنيميشن ما تعرفش إيميتيشن يعني حاجة محاكاة لللي ممكن يحصل في حدثة عربية طبعا دي حدثة عنيفة لكن انا بقول لكم في حوادث بتدور ضهرك كل يوم مش لازم تفرق على الإيرباك فيها ولا لازم يبقى يعني حدثة بقى اللي بنسمع عنها لا حاجة بسيطة فرمالة جامدة يا اخي تدور ضهري اه طبعا ما طب يا اخي خدتوا كده على صرع يدور ضهري اه طبعا يا جماعة العربيات زي ما هقاء وسيلة مواصلات هي وسيلة مخيفة جدا بتدمر صحتك لأنها أولا ما بتخليكش تمشي تخليش تتحضرك ده فيه ناس بتركب العربية عشان تروح السوبر ماركت السوبر ماركت اللي على أول الشارع أو برا المكان اللي انت ساكن فيه على آخر الكونباوند وطبعا فيه ناس بقى يعني حتى ما بتركبش العربية ولا بتروح السوبر ماركت هم ديليفري ألو ابعات لي وفي الآخر كل المحصلة الأعدى الغلط الحركة الغلط الشيل الغلط التقل والوزن الغلط العربيات والأعدى فيها الغلط الشوارع الغلط في الآخر الغلط بييجي على ظهرك وبيبوزه والنتيجة مخيفة جدا ألام بتزيد وبتطنش طبعا لو استمرنا بقى بما أن الكل اللي أنا قلته ده قلة ثقافة كمل بقى في قلة الثقافة في الجزء الثاني من القصة الدرامية مش عايز تروح لدكتور ولو روح لدكتور متشكك وعمل تبصوله النظرات عجيبة غريبة كله بيقولك على حاجة على فحص أو على قرار علاجي تبصوله الأول بص كده فيه نوع من التجديب أصل أنا قريت أصل ابن عمي حصله أصل ابن خلتي راح ورجع ما بيعرفش يمشي كويس أصل أصل طبعا جمل وبعدين نقرر العملية تخرب انت من العملية معاد العملية وحاجزنينك معاد في المستشوى وفيه ناس بتدفع فلوس مقدم وما تروحش ما تروحش وبعدين ترجع تاني في موقت مخيف جدا ده أنا رجلي ما بقدرش يمشي بها كويس ده شبش بيهرب من رجلي ده أنا ما بعرفش يتحكم في البول هروح للدكتور وجملة مخيفة أنت بتقولها مش مخيفة جملة ملهاش معنى يا دكتور أنا عايز أرجع زي ما كنت من عشر سنين دي مسؤوليتك لازم ترجع نلعب كرة تاني أنا بقالي عشر سنين بقوا عاني أنا عايز أنسى ده كله بعد العملية تعالوا نفهم اللي أنا قلته ده موقعه إيه من الحياة فيه لقاء مهم جدا مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة هو الإسم الكبير في عالم جراحات المخوة الأعصاب النهاردة في الدكتور الأستاذ الدكتور محمد صديقه ودي إزاي أميز أن هذا الألم ليس ألم وحضراتك ألم بدأ يسمع في إيديك ومعاه تنميله معاه خدلان إلحق ده غضروف أكثر من 80% من الغضروف لآبتك حصل فيها تلم وتيجي تقول لأسليسة حصلة المهاردة القضية الكبيرة أنا لازم أتشخص عشان أعرف حالك في ناس تبدأ شكوتهم الأولى إن بيجي لهم رعشة رجلهم الدولة بتتقدم العلم بتقدم العلم بيحط لي حلول لازم يكون عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض كل حاجة لها تمام ظاهر ما بيغفرش اللي هتعملوا في ظاهرف وإنت صغير هتدفع ثمن وإنت كبير إحنا ما ننتظرش إن المعجزات بتتحقق على الأرض ما بتحصلش معجزات ده علم بنقول 80% إلى 90% من مشاكل الغضروف فأولها بتيجي بالعلاق الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرية وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضوة جامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقرية ضيف العزيز واحد من السوبرستار هذا المجال لأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي نوارت الدكتور كالعادة أنا بحلاج الدكتور أي من الزي الله يخليه بريك عايزة أبدأ الحياة بالنسبة لمريض النزلاق الغضروفي أو مريض آلام الظهر تنقسم إلى قسمين سيناريو ثقافات غلط وتصرفات غلط ثم مشكلة ثم سيناريو تصرفات غلط والثقافات غلط في التعامل مع المانيجمنت أو العلاج لهذه المشكلة فحكي لي بقى الزرر كله بيجي لك شكل عمد ازاي؟ هو مشكلة المريض بتاع آلام الظهر والعمود الفقري ككل سواء الظهر من تحت أسفل الظهر أو الرقبة أو المنطقة الصدرية إن هو المريض بيبقى عنده فكرة معينة في دماغه هو جاي بيها يعني هي مش القصة إن عنده مشكلة جاية يعرضها يعني دايما القصة بتبقى هم طرفين يعني مريض عنده شكوى ودكتور هيسمع ويبدأ يفكر في حل الشكوى بتاعته يحلل المشكلة بتاعته لكن المريض نفسه بساعات بيبقى جاي بشكوته وعايز الحل في مزاجه هو كده أنا عايز شوية علاج بس خلف عايز بس عارف أدخل حمام يعني تعرف فيه كلمات كده بقت متدولة وهي سابتة في الموضوع وفي العلاقة بين الطرفين يعني بشتكي جامد جدا من ألم مع الوقفة ومع القعدة ومع الصلاة لو بيوطي لو بيقعد لو هو عادته مكتبية عنده مشاكل جامدة جدا يقول لك أنا مجرد ما جاء أؤمن على المكتب وجاء أخد أمتي أو أفرد أمتي كده عذاب العذاب الألم بيبقى في أسفل الظهر وممكن ينزع على الفغد والرجلين وممكن ينزع على منطقة الحوض ممكن يبقى في رجل واحدة ممكن يبقى في الرجلتين ممكن يبقى معاه تنميل وخدلان وممكن مع معهوش واخد بقى الحراج الرجل التاني بقى اللي بيشتغل سواء مزارع سواء بيشتغل في المعمار سواء بيشتغل العملية دوادي كلها يعني تبدأ تشوف بقى القصة يعني أنا أول مثل يعني حضرتك بتشغل إيه ويقول لك أنا بتشغل في طائفة المعمار تعرف ده بقى حداد مسلح نجار هاخدرك من اللي بيشير رمله وحديده هختارهم على فكرة اللي بيشيره الرخام آه طبعا لأسانا تعملت مع البونا كتير قوي فلقيت إن الرخام ده كرسة آه طبعا قطعة الرخام قد كده أوزان تييل جدا أوزان تييل قوي وبياخد أوضاع صعبة يعني آه لأن هي بتبقى حجمها مش كبير بيبقى موطي بيستخدم مقالات في نفس الوقت وبتاعه يعني الموضوع معاقد جدا وفي نفس الوقت هو ما عندهش رفاهية الرح ولا عنده رفاهية الشكل وحتى لو هو قادر يشتكي العلاج بتاعه ده قصة يعني أصل أول كلمة في علاج الضار إيه راح طيب هو مش عايز تريح أو ما عندهش ظروف تخليه استريح لأن برضه ظروف الحياة وصعوبة الحياة بتخلي واحد طب هاكل منين يعني يعني أنا أصل هو معظم من الناس اللي هم نتكلم عليهم دولة أعمالهم هي بتبقى يوم بيوم شغلهم ورتباتهم دخلهم يوم بيوم يعني ما عندهش دخل ثابت وشركات تأمين وبتاعه ومضغطي وكفرد كويس جدا والدنيا ماشي معاها زي الفول لا ده ده يعني غلبان جدا فعلا وطعبان يعني حتى لو معاه أرشين بيبقى خايف يصرفهم على علاجه ليه عنده التزامات تانية ما هدخل مدارس مع بنته اللي هتتجوز مع ابنه اللي مش عارف داخل كلية وجامعة فاتليه هو دايما مضغوط وهو بيخلي نفسه آخر الاهتمامات أنا معرفش تقول المدارس بقى مشكلة بقى حملة جامعة أوت جدا بس هي الحياة كلها بات يعني معقدة جدا وعلى كل مستويات بس كل مستوى برضو له مشاكله يعني واخد برحرك يعني المدارس العادة بقت مشاكل عشان أنا خراص داخل المدارس ده ده احنا من شهر ستة والناس بتحجز دروس وبتاخد دروس في الأجهزة علشان لما تبدأ العمود الرسل في شهر تسعة يعني موضوع بقى معقد جدا بقى صعب جدا القضايا بقى أن المريض ده هو خد الختم بتاع مريض العمود الفقري هو بطبيعته بيشيل بيوطي بيعمل مجهود زيادة الرجل قاعد بيعزق في الأرض أو حياته رفاهية بس ما بيمارس رياضة وظاهره ضعيف الطرق اللي حرج بتقول عليها المطبات الحوادث الإصابات الحاجات اللي بتحصل بشكل يومي ودوري يعني أنا مثلا ما جيلي مدرسة تقول لنا بس اكتبوا بس تقرير أنه ما يريحوني لأن هي مثلا تبع من البلد هنا مثلا ساي وشغلها على بعد 30 كيلو بتاخدهم في توك توك أو في ميكروباس أو في بتاع وبدأ في الطريق وخبط في الطريق طيب ما تخلوها في مكانها يعني الموضوع بسيط جدا أنك يعني خلي من البلد ديت يبقى في البلد ديت مش تحدفه في حتة تانية وتاخد ناس تانية من المكان ده هي عملة إعادة تنظيم يعني الناس بتتعم وبعدين لما تيجي تقول له طيب خلاص خد أجاسب لا ما بيديهمش أجاسب يقول برحرك طيب نريح لا ما هده هيتوقف المرتب وهيتوقف المشعرف بقى الموضوع صعب جدا دخلنا في حتة دوتة إن احنا بقينا مرضى في العمد الفقري أول كلمة بنقولها مع المريض طيب معنا عايزين شخص التشخيص محتاج أشعاعات والنهار تكاليف الأشعاعات والحاجات ده برضو مكلفة ده بقى عبق تاني يعني هو بيخوفه يعني المريض نريد بقى بيخاف يروح للدكتور ده هيطلب مني أشعة وهيطلب مني تحليل وهيطلب مني أبحاث والرشدة وكاشف فيبدأ هو هيبنش في السكة التانية اللي هي سكة إيه الرجل أبو عصاية الرجل اللي بيشد اللي بيعمل تدليك الحاجات اللي هي البلد البسيطة تندرج إلى أصلي واحد بيكو بالنار واحد بيعمل خزام واحد بيعمل حجامة واحد بيعمل تشريط كل ده علشان أهرب من سكة أنا روح للدكتور واخد بيار حرك وكل ده عمره ما بيحل موضوعنا لأن الموضوع اللي هتتحلي بالحاجات دي هيو اللي كان لو خاد رشدة الدوة واحدة وريح أسبوع عشر تيام كان موضوع جاب نتيجة لكن هو يروح ويعمل يتكو بالنار ويريح بقى بعدها أسبوع عشر تيام أصلي كو بالنار لكن لو الدكتور قاله ريح عشر تيام شايريه واخد بيار حرك فده فكر احنا بنحارب الفكر ده طيب راح للدكتور وعرف التشخيص بتاعه إنه عنده غدروف هل كل غدروف عندنا محتاج تدخل جراحة وعملية؟ فيه ناس كثيرة عندها الفكرة ده؟ لا فيه ناس عندها كونسبت كده؟ لا إنه أنا طالما رايح لدكتور محمد صديقي هو إيدي؟ وهو جراح مكتوب كده على اليافطة جراح أستاذ جراحة المخ والعصاب جراح مخ والعصاب هيقولي عملية هو خايف يتحرك لإنه كلمة جراح تعنيه يساوي عملية ويواقع غير كده؟ ها طبعا لا طبعا أصلي أولاً اللي نزل غدروف ده درجات كتيرة جداً فبنقول غدروف مع البداية لما بيبقى يعني بيتمدد شوية صغيرين ده بنسميه درجة أول خرج شوية بس ما زال جوه الجراب بتاعه وضغط العصب حتى ناحية واحدة أو ناحيتين ده درجة تانية وفي درجة تالتة لم كبر شوية بدأ يعمل ضيق في القناة العصبية أو ضغط عليه كل دي مراحل ممكن تيجي بالعلاج ودولة حوالي 70 إلى 80% من مرضى العمود الفقري يعني مرضى العمود الفقر أو الانزلاق الغدروفي ممكن 70-80% منهم لازم يعني تعمل معهم محاولة علاجية ويخافوا علاج غير جراحي بس ده علاج دوائي دوائي وممكن ساعات شوية أقوله ألبس حزام أو أعمل جلسات علاج طبيعي أو ريح بس أسبوع 10 تيام الموضوع هيفرق معنا جدا وأخذ بالحرك العلاج ده الدوائي بينجح ما كل الناس برضو تاخد الكلمة دي ويقولك إيه أنا جاي عايز علاج دوائي طيب مهمش كل الناس هينفعل علاج دوائي يعني علاج دوائي بيتوقف على المدة اللي حصل فيها الإصابة والمرض وحجم المرض وطبيعته يعني لو هو غضروف حجمه صغير ومتوسط أقدر أعالجه بالعلاج الدوائي وبالأدوية وبرشيتة واحدة ممكن يخفه كل حال لكن لو عنده غضروف وانفجر الغضروف أو عنده حصل حاجة بإنسانية تزحظه الفقاري والفقرات بتاعة العمود الفقر بقت سايبة ومتحركة واخد بالحرك ده هنا مش هينفع علشان كده هناك كريتيريا وخاصيات كده نقول إمتى مريض يعمل عملية في كل مكان في الدنيا دي الخواز دي مشان اللي حطت دي حطها منظمة الساحة العالمية إمتى مريض بيعمل عملية لما يبقى عنده آلام مبرحة لا يستجيب فيها للعلاج لما يبقى عنده آلام مبرحة تعطله عن عمله وانتاجه أنا ما عدش عارف أشتغل واخد بالحرك لما تبدأ تعمل أعراض اللي بنسميها مضاعفات مضاعفات يعني بدأ الرجل يحصل فاسخوت في القدم بدأ البول يسيب منه بدأ يحصل ضمور في العضلات الحاجات دي كلها خلاص دي اسمها المضاعفات الحاجة الأخيرة لما تلاقي في الأشعة كسر في الفقرة أو تزحزح فقاري وضيق أو انسداد كامل في القناة العصبية ما انت مش تتسنى ما يحصل بقى بعد كده ضمور العصب وترجع تدور عليه لأنه يوم ما بيحصل ضمور العصب أو المضاعفات دي بيبقى الرجوع فيها صعب أو يعني لما يبيجي له مريض عنه سقوط في القدم نسبة الشفاء لو أنا عملت له عملية دلوقتي حالا هي لا تتعدى 50% وياخد من 6 سنة علشان ممكن أمر تتحسن لكن احنا بنرجع نقول ايه لا الحدوتة ببساطة جدا المريض لازم يتفحص كواس جدا لأن أنا عندي الموضوع مش مجرد فقرة مش عضم لا ده شبكة عصاب شوفوا المنظر عامل ازاي شبكة العصاب شبكة معقدة جدا 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 يعني عندي مجموعة من العصاب ومتواصلة مع بعض ومتدخلة مع بعض وكل عضلة في جسمي بيطلع لها عصب مخصوص نازل من المخ وينزل يجمع نفسه في الضفيرة العصبية بتاعت المنطقة القطنية والعجازية ويبدأ يطلع فرع منه والفرع يطلع فرع وفيه عصب حسي ومعه عصب حركي ومعه عصب تاني اللي هو بالأوتنوميك اللي هو لا إرادي لما يحصل ضغط بقى على العصب تبدأ بقى الكهرباء اللي بتضرب كده في الرجل ده اللي بنسمعه على النساء وده مصطلح بقى دارج بكتير جدا وخاصة يستخدم دايما في الريف وفي كده عنده عرق النساء أو ريح الأنس أو العصب الورجي مش كل واحد عنده عرق النساء يبقى معنى كده إنه محتاج عملية خالص اللي نزل لك الغضروفي في درجاته الأولى ممكن يعمل عرق النساء وممكن يتعالج ويجيب نتاج كويسة جدا بالعليل ويختفل غضروف أبي يختفل بس إمتى في المراحلة الأولى من المرض ما استناش بقى 15 سنة وأقول ما كونش إن أنا كل يوم قاعد بشيل وبحط بوطي وبرفع وأسقال وأقول إن أنا أخف الموضوع مش كده الموضوع لازم أغير من حياتي اللي أنا كنت فيه عشان أحافظ على الغضروف لإن أنا وصلت لهذه المرحلة نتيجة لممارسات خطئة في العمود الفقري طب عشان المرحلة دي لما تعالج منها ما رجع لهاش تاني ما ينفعش أكمل نفس الممارسات اللي أنا كنت بعمله قبل كده فدي لها محزير طيب اللي جار غضروف بقى وصل لمرحلة ضعف في رجليه أو ألم رهيب جدا أنا مش عارف يستحمل أو إحساس ملخبط في رجليه ويقولك أنا بحس يعني فاخد ده مش بحس بيه ده أنت لو جبت سكينة أو إبرة وشكشكت فيه قطعت فيه مش بحسه أنا بحس زي ما يكون واخد بنج زي بنج الأسنان كده يقولك أنا بحس رجليه خدلانة أو بحس إن فيه كهربا نازلة في رجليه لحد ما بتوصل لصابع رجليه وبتوصل للكعب والأطراف ده أنا ما بعرفش أحط رجليه على الأرض ده أنا بقوم من النوم الصبح كل دي خلي بالك كل دي شكوى أنا بقوم من النوم الصبح ظهري متيبس علشان وستي البيت تقولك أنا علشان أقف فترة الصبح أول عشر دقيق ربع ساعة لازم أععد أتلف كده في السرير وأععد علشان أعرف أفرد واخد أمتي وارجع يعني أبدأ أمارس خطوطين بس كده الصبحية طيب بدأنا اليوم وبدأت تشتغل دخلت المطبق عذاب نزول السلالم عذاب ركوب العربية والمواصلات عذاب دي سابلتي خلاص بقى أنت بدأت تعمل حاجات أو تمارس أو تعيش حاجات هتسبب لك بقى إيه سلسلة من الألم والعذاب والإعاقة وفي ناس لها ظروف بقى لازم تشتغل يعني طب اللازم يشتغل ده يعمل إيه في وجود الألم يبدأ يلجأ بقى يا أمه للسكة اللي كنا بنقولها من شوية اللي هو أخونا الجميلة بوعصايا اللي بيكوي اللي بيخزم اللي بيحرق اللي بيعمل كل الكلام ده كله أو هنتجه الاتجاه المظبوط بقى أنه أنا روح لدكتور ودكتور متخصص لما روح لدكتور أنا عندي دكتورين ممكن نروح لهم في دكتور أروح لكون ده تخصصه وده شغله هيوجهني مظبوط تماما يقول لي طيب ده بالعلاج قد العلاج هو محتاج علاج طبيعي محتاج حزام محتاج راحة أقولك حاجة تاني لو محتاج تدخل أقولك على نوع التدخل اللي يناسبك لأن فيه تدخلات كتيرة جدا يعني عندنا حاجات حديثة جدا يعني فيه حاجات بيبقى مجرد تدخل بحاجة زي إبرة كده زي تردد حراري ها زي تردد حراري حاجة اسمها التبخير إن أنا أشيل المية لجوه الغضروف ده بس لازم الغضروف يعجوها مية لو الغضروف نشف وتياب بس خلاص ما هو ما ينفعش أعمل هذا الكلام ممكن بالمنظر بس واشيل الغضروف طيب لو الفقرة بدأت تبقى سايبة ممكن أدخل وأعمل تثبيت داخلي ما بين الفقرات أو تثبيت جانبي والأفضل دلوقتي بقى التثبيت الجانبي إن إحنا ندخل بواسطة مسامير وقضبان كده أو بنسميها دعمات تمسك العمود الفقري وتثبت ودعمه كل الكلام ده بقى موجود والأوبشنز دي كلها موجودة وبتتشرح للمريد واخد برحلة تقبل المريد لهذا الكلام ده بيختلف في حد بيبقى عايز يخلص وما عندهش وقت وعايز ينتهي من الألم ده عشان يمارس حياته خلاص طب أنا عايز عملية هعمل عملية في واحد تاني لا بقى أنا عايز أي حاجة كله إلا العملية أنا مبدئي الرفض العملية طيب معارش طب أنا الحلج رحية الحلج رحية عندك فاكرة مكسورة زي هنا مثلا الفاكرة هنا مكسورة أو سقطة يجي 2 سنطي من مكان وده كتير جدا منشوف دلوقتي الحياة يا خبير حركة والفاكرة سقطة هنا ملهاش حل غير إن أنا رجعها مانويل ويدوي كده هو بأجهزة يعني ديت عشان ترجع خلاص ولازم تتثبت في مكانها عشان مترجعش تاني يعني ما ينفعش هنا مندخل يقول تب شل الغدروب بس ما ينفعش شل لك الغدروب بس أسهل إن أنا شل لك بس أنت مش هتحسن يعني حم نتكلم دايما على النتائج وتكون نتائج طويلة المدى ودايما هي نصيحة أنا بقولها يعني دايما بعد عملية جراحات العمود الفقري أنت بتحتاج فترة فترة انتقالية ما بين المجهود اللي أنت متعود أنك تعمله وعايز ترجع له ما بين المرحلة اللي احنا بدئين بيها بعد العملية يعني احنا قبل العملية كنا عجزين مش عارفين نعمل حاجة ما بنعرفش نقعد ما بنعرفش نمشي ما بنعرفش نشتهل ما بنعرفش نوطي وصلنا لمرحلة من العزاب طيب بعد العملية ليه متخيل لأننا مجرد ما عملت العملية يبقى تاني يوم لازم كل الأمور ترجع لطبيعة طيب مش هترجع لطبيعة هي هتتحسن تدريجيا إلى أن تصل إلى الطبيعة اللي أنت عايزها بس هناك قاعدة طبية دايما بتقول لك إيه تأخرت قد إيه ما هي مدة المرض سوى مدة الشفاء والتشافي يعني أنت أنت مريض بقى لك عشر سنين الموضوع على الأقل تدينه سنة سنتين لحد ما الدنيا ترجع يقول لك أنا لسه هستنى سنتين يا فندم أنت هتتحسن تدريجيا إلى أن يحصل بقى استكمال الشفاء في سنتين هترجع ليه سابق أو قريبا من سابق ليه يقتك طب فيه وسيلة أن أنا صرع بها المدة لا ما فيش العملية عملت البقى بقى هي مرحلة لتعافي العصب نفسه يعني العصب اللي كان العضلات اللي كانت ملتهبة وضمع جدا يعني العصب لما بينضغط جامد بيبدأ يضعف ويخس العصب ده عشان يرجع يكون حاجة بنسميها المايلين تشيث حواليه تاني مادة دهونية حوالي العصب دي أول حاجة بتتآكل فلنزل لك للغضروف وديت اللي بتخلي المريض يحس بإيه بالكهرباء يقول لك أنا بدأت أحس بلاساعات في رجلية شكشكة زي الإبر دي تعرف خلاص إن العصب بدأ يدخل في المرحلة بتاع التآكل نفسه التآكل دي معناها إيه إن المادة عارف زي سلك الكهرباء اللي ما تغطي ببلاستيك كده علشان ما يلمس كهرباء تخيل بقى السلك ده أنت أشرته كده وخلعته هيلمس هيكهرب ويكهرب الأنسجة المحيطة ده اللي بيحصل في العصب لما تتآكل هذه المادة الدهنية المغطية اللي بنسمى المايلين تشيز دي الغلاف الدهني ده يبدأ يحصل تلامس العصب ويزود الألم وكهرباء تبقى بطيرة فيه وجع رهيب جدا طب علشان ترجع المادة دي تتكون بتتكون تاني أقوى بتتكون بس بتحتاج وقت وعلى حسب حجم فقدانها على حسب المدة اللي هتزيد أو هتقصر في تكوينه طب المريض بعد ما بيعمل عمل ايه فيه ناس خلاص أنا مش محتاجة أعمله لك طبيعي ولا حاجة وفيه ناس تانية محتاجة هنعمل لها لك طبيعي طيب ايه الجديد بقى في الجراحات العمود الفقري النهاردة ممكن تعمل الغضروف بفتحة قد كده بمنظر طيب لو الفقرة ثابتة طيب لو الفقرة متحركة لا الموضوع هتاخد قرار جديد بقى شوي هنكبر شوي الفتحة عشان نعمل حاجة اسمها تسبيت فقرات فقدر حدك عملنا تسبيت الفقرات الفتحة قد ايه 3 سنتي 5 سنتي كده طيب امال ايه الفتحة اللي بتلقى 7 سنتي 8 سنتي اه فيه بقى معنا لقيت فقرة 2 3 4 انت طالع يعني هنا مثلا تسبيت للتلت فقرات وبنركب هنا بنسمعها دي الدعمات او المسامير ذات بأسر متحركة والقطبان ديه خلاص دخلنا وركبنا بتقنية طبعا موضوع يعني معقد شوية لان احنا بنستخدم تكلوجيا عالية جدا وبنحتاج اجهزة اشعة وتصوير وبنحتاج اجهزة تسجيل الحس العصب بتاع الاعصاب عشان ما يحصلش اصابة بالعصب لان كتير جدا من العينين اللي بيعملوا عملات في اماكن غير مجهزة ممكن يجي لك يقولك بعد العملية مش عارف يمشي جالوا شلل بعد العملية يعني طلع كان دخل العملية بيمشي وطلع بعدها ما بيمشيش هي القصة بتبقى الفرق هنا في ايه في الامكانات المتاحة للجراح ان هو يلاحظ المريض جوه العملية لان المريض هو جوه العملية نايم ما بيدكش يرد فعل يعني مش هيحرك رجل ولا يقولك انا بحس بقلم لكن تبدو بتكتشفها امتى بعد الافاقة طيب لما يبقى عندك اجهزة ووسائل علمية حديثة تخليك تقدر تكتشف مثل هذه المضعفات وانت جوه قط العملية يعني في عندنا اجهزة تخليك النهاردة تديك اشارة والارم باخد بالك قبل ما تيك جنب العصب عارف زي السنسور بتاع العربية لو بيقى العربية هتخبط او هتصطدم بحاجة يزمر كده ويديك اشارة واشارة ضوئية وبتاع ده بيعمل كده فبالتالي احنا بيبقى عندنا حاجة نسمىها مستشعرات حس كهربائي للعصب نيجي على مصار العصب وبنحط كده مجسات كده نقدر نقيس بيها لإيه الكهربة هي الكهربة لها زبزبات معينة اول ما تلاقيها بدأت تي 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 تيع لو اديك الارم الزمارة والصفارة دي يعرف ان انت قربت من العصب احنا ساعات بنتطر نقرب من العصب يعني في العملات اللي هي المرتجعة يعني غضروف المرتجعة اللي حصل فيه تلايفات والتساقات جمدة جدا انت كل شغلك جوه العصب ليه عشان اسلكه وقد بيال حركة بس اسلكه مش اقطعه لو انت جيت ايدك بقى تقيلة شوية على العصب وقد بيالك يبدأ يديك بقى الارم ده يعني استنى بالراحة واخد وقتك واشتغل بالهداوة الكلام ده كله موجود وبيدينا رد فعلا جميل جدا جواه قط العملية يعني اني ممكن اجي اعمل عملية زغيرة في حتة قد كده اقعد فيه اربع ساعات انا مش زهقان ومش متضايق وما عنديش حاجة بس هو الجهاز ده كل ما انا اجي اشد نفس شوية يقول لك ايه ده العصب ده ما يستحملش وقد بيال حركة وعلى حسب قوة العصب معاك وقوة العضل وفيه عملية دي تخلص كلها في اربعين دقيقة وقد برك العصب قوي يستحمل فبتختلف من واحد لواحد النهاردة بقت مشكلة الجراحات العمود الفقري هي مش العمود الفقري هي الامراض المصاحبة يعني احنا النهاردة بقى عندنا حاجة مهمة جدا يعني انا النهاردة بيجي لمريد يقول لك وخلي بالك دي بقت كتير جدا انا مريد عنده غضروف وغضروفين في ظهره وتعبان ونفسه يعمل عملية هو نفسه يعمل عملية ويتخلص من القلب بس مشكلة انه السنة اللي فاتت عمل دعمة في القلب وكان عنده شريان دايق ولسه عامل قسطرة وكان ماشي على ادوية سيولة بياخد اسبرين وبياخد مش عارف ايه والحاجات اللي بتاعت السيولة دي طب دي عايز يعمل عملية طب عملها ازاي واخد بالحرارة كان بتواجهنا المشاكل دي قبل كده لان كان التخدير ما كانش يقدر يعمل الحالات دي لان النهاردة بقى فيه انواع من البنج معين تقدر المريد دي يعمل عملية ويتعافة السيولة ونعمل ايكو على القلب نشوف ايه عضلة القلب وكفاءة القلب يكون سلطوا مع الدكتور والقلب وانحنا بنعمل عندنا عندنا دايما قبل العملية دايما فيه دكتور الباطني بتاعنا والقلب وفيه عندنا عشان اتضغط والسكر والقلب وفيه دكتور التخدير وهو برضو متخصص باطني وسكر والقلب دكتور التخدير اللي بناخد منه القرار طب احنا دخلنا المريض هنعمل عملية وهم شافوا ان العملية هيبقى فيها خطورة بقولوا لا استنى بقى نعالج الأول ونكمل ما عندناش مشكلة من ده فالأمراض المصاحبة بقت مشاكلة كتيرة يعني مريض عنده سكر غير منضبط وسكر وتركهم بيطلع 11 و12 و15 و13 أرقام صعبة جدا أو تلاقي عنده الإنزيمات بتاعة الكبد عالية جدا أو تلاقي وظيف الكيلة عالية جدا أصلحنا لما بنشتغل هي الجسم ده منظومة متكاملة فمش هتدخل عشان تصلح حاجة وتفسد الباقي لازم فيه تكامل بنبقى شايفين هذا الكلام والحقيقة من بعد الكورونا ونحن بنشوف أعراض كتيرة جدا غريبة التجلطات الدم تجلطات الدم ومشاكل قلبة أكتر تجلطات فرصة تجلط الدم زادت ومشاكل الوهن العضلي والتعب العضلات وإرهاق العضلات بعد الكورونا ظهر كتير جدا المشكلة الرئيسية الوقت اللي بتواجهنا في السيدات اللي بتاعوا وزنها زيادة وجاء لها مشاكل في الركب ومن فترة من زمان من أيام الحمل والله ده كان عندها مشكلة في المفصل بتاع الحوض نفسه اللي هو بنسميه ساكرو إيليك جوين المفصل ده كان ملتهب ساكرو إيلياتس ومن الأعدل كتيرة وإيليت الحركة مجرد ما هاجي أبدأ أتحرك أصلا إنت هيبقى بعد العملية أنت هتتعرض أنه أنا عايزك تتحرك أول ما تيجي تتحرك آه ده أنا الألم واجعا تاني طب هو ما ظهرش ليه قبل العملية أو كان ظهر خفيف قبل العملية لأنه قبل العملية ما كانش بتحرك تقعد أو نايم بعد العملية بدأنا نحمل ونتحرك يظهر ساكرو إيليك جوين يرجع يقولك هصد ده جزء من العملية لا هو الموضوع معقد شوية يعني جراحاتنا بالنسبة لعمود الفقري وعرق النساء والانزلاق الغضروفي بتحتاج بس رؤية متكاملة وبتحتاج تعاون ما بين الطبيب والمريض زي بول الحركة يعني أنا لو كنت متمكن إن أنا أقدر أفرد لازم نخس الأول قبل العملية دايب أفضل طيب لكن اللي هو يعني بعد شوية هيفقد الحركة بتاعت رجله أو التسايب في البول هيحصل أو ما يتحكمش في البول والإخراج بتاعه بيبقى عندك مشاكل تاني تخليك طيب ندخل هنا الأول وبعد كده نرجع نبدأ نخس تاني وده بيبقى أوبشن وقرار واختيار ومنقشة ما بين المريض والطبيب جزء مهم جدا لازم يكون في ثقافة الناس وفهمها إزاي وصلنا في مصر اللي هي رائدة جراحات المخ العصاب في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط إلى هذا التقدم التكنولوجي مهم جدا إن نحن نفهم التقدم اللي حصل في مجال التكنولوجيا والتكنولوجياتيات ليه أنا عايز الناس تفهمها؟ عشان تفهم قد إيه السيفتي عشان تفهم قد إيه الأمان موجود لأن تخوف الناس من العلاجات بيتمن في تخوفهم من الأمان أنا خايف تدخل أعمل جراحة ليحصلي ويحصلي ويحصلي زي ما حصل لعمي سنة 1995 فهو بيقارن من 2022 و95 عمي دخل يعمل عملية كان ماشي على رجليه صيح كان عنده قلم ورجله تقيلة طلع من العملية عنده مشاكل سنة كامي عام 95 وبيقارن من عملية 95 و2022 يمتقول له ده فيه ميكروسكوب ما كانش فيه 95 ميكروسكوب ده فيه منظار ما كانش فيه فيه مجسات أعصاب مايفهمش بقى الكلام ده هو شاف عمه وعاش من 95 ل22 مع كر شديد عميق لكلمة جراحة وتخوف كبير من كلمة جراحة وأنا أقدر هذا التخوف لكن على الجانب الآخر وظفتنا نحن ننقل الثقافة ليكو إزاي احنا تقدمنا في التكنولوجيا بالإضافة لتقدمنا في المهارة الجراحية في التعامل مع مشكلات العمود الفقري الفكرة بقى أن يتلاقى هذا التقدم مع تقدم آخر في الثقافة عشان يبقى التقدم الموجود في الجراحة قدامه نتائج وده موجود بس عايز النتائج تزيد وعايز ثقافات أننا نروح لأبو خزامة وبو حجامة وبو عصاية وبو كي ده يختفي تماما عب جدا جدا إن في الزمن ده نلاقي ناسي موجودة وليهم مريدينهم ويعني مروجين إشاعات حواليهم زي بالظبط ما يكون برضو في أي مرض من الأمراض لسه فيه ناس بتروح تتعالج بالسحر والشعوزة وبالحجاب نورت وشرفت وشرف كبير لينا دايما نوجودك معنا ببنا خلاك عزيزة القمة الألمية الكبيرة لأستاذ دكتور محمد صديقي هودي وأستاذ جراحة المخ والأعصاب والجراحات العمود الفقري كان ضيفي فيه واحدة من حلقتنا الرائعة الهم جدا في عالم الدكتور خليكم مع الدكتور ترجمة نانسي قنقر